أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يبارك في أوقاتنا أجمعين وفي أعمارنا وأن يكتب مثل هذه المجالس في ميزان الحسنات يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والواجب على الجميع أن يصححوا نياتهم أن يكون قصد العبد وأن يكون مراده من العمل الصالح الموافق للسنة وجه الله سبحانه وتعالى أن يكون قصده وأن يكون مراده وجه الله سبحانه وتعالى وإلا خسر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري ومسلم من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وقال صلى الله عليه وسلم كما في صيح مسلم عن ربه عز وجل أنه قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه فالواجب علينا جميعا أن نخلص لله سبحانه وتعالى الأعمال والأقوال التي تقربنا إليه وهذا العنوان وهو الاستقامة وهو موضوع متكرر ما زلنا نتكلم عنه لأنه هو الطريق الموصل إلى الله تعالى هذا الطريق الذي نسبه الله إلى نفسه إذا صح التعبير ونسبه إلى نبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فقال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه أي هذا طريقي ووصفه بالاستقامة وأمر باتباعه وبين أن هناك طرقا أخرى تجانب هذا الطريق وحذر من سلوكها وحذر منها فقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وقال تعالى قل هذه سبيلي أي هذه طريقي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ولو أنكم لاحظتم لهذه النصوص وجدتم أن النص الأول وهو من سورة الأنعام يقول الله تعالى فيه وأن هذا صراطي ينسبه إلى نفسه سبحانه وتعالى لأنه هو الذي شرعه ولأنه الموصل إليه سبحانه وتعالى وإلى رضوانه وإلى جنته وأن هذا صراطي طريقي ليس طريق غيري من الذين يشرعون بغير حق بغير وتي حق وفي النص الثاني نسبه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي أتى به من عند ربه سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وهذه الآية من سورة يوسف والنص الثالث فيه نسبة هذا الطريق إلى المؤمنين إلى الصحابة لا نوم الذين سلكوه قال تعالى في سورة النساء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير فلذلك حري بنا جميعا أن نتعرف على هذا الطريق وأن نسلكه وأن نثبت عليه حتى الممات وأن نلقى به ربنا سبحانه وتعالى قال بعضهم للحسن البصري كما في كتاب الفوائد لبن القيم قالوا للحسن البصري رحمه الله تعالى سبقنا قوم على خيل هذه الخيل مضمرة سريعة ونحن على خيل وهذه الخيل بطيئة أو كما قالوا فقال إن كنت على الطريق فستصل إن كانت طريقك وطريقهم سواء فستصل ما دمت أنك على هذا السواء على هذا الصراط المستقيم على سواء الصراط أي على وسط الصراط وعلى وسط الطريق فلذلك الواجب علينا أن نتعرف على الطريق أولا وأن نسلكه ثانيا وأن نثبت عليه حتى نلقى الله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والزولى جماعة لمن استقيم من أفضل الفوائد ومن أجل ومن أعظم ثمار التقوى ومن أعظم ثمار الاستقامة أنه سيموت على حسن الخاتم زولى جماعة لمن استقيم في النهاية ابن مود على حسن الخاتمة وبتبشروا الملائكة بالخير عند الموت قال تعالى في سورة فصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة قال ابن كثير في لحظات الموت عند الاحتضار وقال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى أي بعد القيام من القبور بعدين تماماش في الدنيا ابتبتلأ في طريق الحقدة ابتبتلأ كما سيأتي إن شاء الله تعالى بعد جيك الموت والملائكة تنزل تبشر المستقيم قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم النزل الضيافة ما يقدم للضيف وأن توافد وراجع ومقبل على الله تعالى وقد اكتمل الأجل وانقضى ونزلت الملائكة لقبض الأرواح فإن المستقيم تبشره الملائكة بثلاث بشارات ألا تخافوا قدام ما تخاف لا نزول في الموت بيكون خايف الملائكة جات هو خايف هل القدام بلاقي خير ولا بلاقي شر وهل عمل دا الله قبله ولا ما قبله وهل السيئات الله غفر ولا ما غفر سبحانه وتعالى وهل سينتقل من هذه الدار إلى دار خير من داره أم إلى دار شر شر من هذه الدار بيكون خايف الملائكة بقول لهم ألا تخافوا قدام ما تخاف معنى قدام من تماشي الإخير واحد ولا تحزنوا على ما خلفتم من الأموال والأولاد كما قال ابن كثير يعني قدام ما تخاف ورزاتك أولادك والأموال ما تخاف عليهم برضو ما تحزن تلاتة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون تبشره الملائكة بالجنة شكرا جماعة الزوال يحرصكم مستقيم وهذه الدنيا على زوال مهما طالت فهي قصيرة ومهما عظمت فهي حقيرة ولا بد أن يأتي على العبد يوم يفارق في هذه الحياة الدنيا وينتقل إلى دار أخرى كما قال العلماء الدور أربعة بطن الأم الدار الثاني الدنيا فيخرج العبد من بطن أمه إلى الدنيا والدار الثالث القبر والدار الرابع الآخرة القيامة إما إلى جنة أو إلى نار الدار الأولى ليس فيها تكليف وهي ضيقة بطن الأم الدار الثاني وهي دار الامتحان وهي التي نحن فيها اليوم وسننتقل منها غدا إلى دار ثالث وهي القبر ثم إلى الآخرة إنت الآن في امتحان والله إداك النعم إداك الصحة بتعبد بها الله وإداك الوكد اللي بتعبد الله فيه وإداك السمع والبصر والقلب وإلى آخره إداك النعم وهياءك ورزقك سبحانه وتعالى وابتلاك وامتحنك وابتلاك وامتحنك في نعم حب الشهوات من النساء والبنينة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ده ما ابتلاك به الأشياء دي ما ابتلاك به قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الله بصير سبحانه وتعالى بالعباد يبصرهم ويراهم ويسمع أقوالهم وهو مطلع على نياتهم وعلى صدورهم وعلى ظواهرهم وبواطنهم وابتلاهم بهذه الدنيا بهذه الملذات في هذه الدنيا ابتلاك شكاة رب العز والجلال قال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا تمشي في الشارع تشوف نساء مدبرجات امتحنك قل لك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم لأنه هناك في أحسن من دل وعشان قلبك ده يكون سليم لأنه النظر يفسد لك القلب قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون امتحنك ده ما يمتحن هل بتتابع نفسك ولا بتتقي الله سبحانه وتعالى ما شئت للبيت مسلسلات شغالة الأفلام شغالة تمرق بره الشباب قاعدين شلل بتاعنا الصعود بتاعنا السجائر بتاعنا البنقو بتاعنا إيه بتاعنا الأفلام تقول لهم امتحانات انت بتامتحن ويتشاب عندك موبايل بتخش النت دار تسمع محاضرة بتجيك مية مشكلة في وشك هذه أفلام بعرضوها لك هل بتتقي الله سبحانه وتعالى ولا بتمش مع الشهوات تنجرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات وفي لفظ حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات دي الجنة في مكاره حولا في نازل عشان يخشوا الجنة بجاهدوا لما الواحد ضعنوا ويكتلوا في سبيل الله ويخشها الجنة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم شنو؟ الجنة وفي نازل عشان يدخل الجنة يصلي ويحافظ على الصلاة مو الشهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين لحد ما يخشها القبر الصلاة في المسجد ويتنفل وعقيدته صيحة ومجتهد في الطاعة واحد تلقاه اليوم كله يذكر في الله واحد تالت تلقاه يقرأ في القرآن واحد رابع اجتنب الشهوات هذه معروضة عليه ويجتنب فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياء إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا لذلك يا جماعة إنسان دا اخدت أول شيء إنه في امتحان انت في الدنيا دي في امتحان طالما في امتحان بعديت أعمل للآخر كما قال الإلبيري رحمه الله تعالى ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري لابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك انت الليلة معافة بكرة بترقد في السرير ومرض وأوجاع وآلام بعد ذا تفتش للعافية بعد بكرة بتجيك الملائكة بتموت بتفارق الدنيا شايف الوازع دي تخش في قبر ضيق شبر تعين قدام تراب وراء التراب بفوقت الغطوب بجاي بيتحت التراب وهكذا لو خشيت بعمل صالح الله بنجيك ولو خشيت بعمل سيء انت في خطر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن بن ماجة وهو ثابت كما قرر الألباني رحمه الله قال ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه أو ما رأيت أي أنت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه والآن تبتشوفوا بتسمع ده شاب بكرة مات ده كبير مات ده امرأة فارقة الدنيا ثم بعد ذلك الدار الرابعة وهي الآخرة الكبرى أو القيامة إما إلى جنة أو إلى نار فجماعة الزول استقيم كيف استقيم واحد يعرف طريق الاستقامة العلم دارت استقيم تدعلم تحرص على العلم الإمام النوي رحمه الله كما قال الأسنوي عنده في اليوم والليلة إثنى عشر درسا يتعلم والزولة اللي يطلب العلم ده ما بضيع زمنه ما بضيع زمنه اليوم كله تلقاهه مجتهد يا فيش ينفع في الدنيا أمش يشتغل حلال ما قلنا ما الزول ما يشتغل في جامعة نافعة بعيدة من الاختلاط وبعيدة من المعاصي وبعدين بتنتفع منا تبقى دكتور تبقى مهندس تبقى غير أستاذ أمش أقرأ ما مشكلة لكن بعد ذاك اهتم بالعلم الشرعي قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من رواية معاوية رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقه في الدين كان دار تعرف الله أراد بك خير بوفقك تفهم الدين بوفقك تفهم الدين وتدعلم في محاضرة تمشي في درس تمشي تكتب وتجتهد وتصبر على العلم تصبر الليلة جدت جزاك والله خير شباب جدت تحضر وفي شباب الآن في الأندية قاعدين يحضر كشتين وضمن ويحضر في الأفلام وفي غير الله وفق الله وفق إن تجد ودار تسمع وتستفيد فلذلك يحرص العبد على طلب العلم خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن كما قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى فتن شهوات وفتن شبهات الشهوات والملذات عشانت تتبتعد منها دائر خوف من الله سبحانه وتعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى والخوف ذا بطلب العلم إنما يخشى الله من عباده العلماء قذر ما تدعلم تزداد خوفا من الله سبحانه وتعالى فتبتعد من فتن شهوات وتصبر لحد ما تتزوج وبعد الزواج الله بحصنك وأوى إلى آخرية وتصبر تتحمل لأنه تتعارف لو وقعت في المعصية دي تتعذف في القبر لو وقعت في المعصية الفلانية الله بيغضب عليك لو وقعت في المعصية الفلانية كذا بتبتعد من طلب العلم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون بيتموت سوخاتهم ابتدعذف في النار كذا 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 إلى آخر فيتعلم العبد وبهذا العلم يدفع الشهوات بخوفه من الله وبالصبر ويدفع فتن الشبهات في شبهات الآن منتشرة شبهات كثيرة جدا شبهات في العقيدة دائر علم عشان تفنذا عشان تظهر الحق وتمييزه من الباطل بالعلم الليلة أهل الشرك يكذب على الأئمة يفتحوا الكتب النافعة يكذب على الأئمة يقول فلان من الأئمة مجسم فلان من الأئمة طعن في كذا سب الصحابة قال كذا أو كفر الصحابة في فتح البار تمشي تلقى ما في تكفير تمشي الكتابة التالية ما في تجسيم كلام كله في النهاية إما لسوء القصد أو يأتي أو يأتي العالم بكلام ليرد عليه فالناس يبتروا والناس يعملوا كذا وانت محتاج لعلم انت الليلة وجاءوا لك شبهة في كتاب وانت الكتاب اطلعت عليه وعارف الجواب فتزيل هذه الشبهات شبهة في المنهج الناس يدعو إلى الثورات ويدعو إلى غيره ويدعو يدعو الخروج ويدعو يدعو ويلبس بشبهات انت محتاج للعلم والجهل يقود إلى التخبط وشبهات حتى في الاستقامة حتى في الاستقامة يجيبوا لك شبهات تطبق السنن يجيك دا يقول لك لا دا ما كذا وده كذا انت لو متعلم بترد عليه قل للرسول قال كذا صلى الله عليه وسلم والله قال سبحانه وتعالى كذا والعلماء قالوا كذا والصحابة قالوا كذا فلابد من العلم قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال سبحانه وقل رب زدني علما استدل ابن حجر رحمه الله تعالى على فضل العلم بأدلة من هذه الآية قال لو كان هناك شيء أشرف من العلم لأمر الله نبيه بالاستزاة منه ما قال لو قل رب زدني مالا ولا قال لو قل رب زدني صحة ولا قال لو قل رب زدني مكانة عند الناس إلى آخره وإنما قال له وقل رب زدني علما في هذه الآية بالتحديد لأهمية العلم كلما تألم العبد ازداد قربا من الله سبحانه وتعالى وارتفع الدرجته وكان في طريقه إلى الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صيح مسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة فتحرص كل الحرص على طلب العلم ابتداء من تعلم العقيدة والتوحيد ومرورا بالصلاة وبالطهارة وبالصيام والزكاة والحج والميراث وتتعلم اللغة والسيرة وتتعلم وتتعلم حتى تلقى الله سبحانه وتعالى الأمر الثاني العمل بالعلم لأنه جماعة الزون لو بيتعلمه ما بيعمل بالعلم ما فائدة كما قال الشاعر لو كان العلم من غير التقى شرفا لكان أشرف خلق الله إبليس الشيطان فهم أي شيء لكن في النهاية ما فائدة لأنه يخالف بعمله علمه أو العلم قال الله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا دا في بعض التفاسير قالوا اسمه بلعام ابن باعورا والرجل دا في زمن موسى عليه السلام وكان مستجاب الدعوة وكان يحفظ من الكتب التي أنزلت سبعين كتابا بلعام ابن باعورا ولكنه ترك العمل بالعلم واتبع الهوى والشهوات وله قصة معروفة قال الله تعالى في سورة الأعراف واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها لأن العلمة جماعة برفع صاحبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أحد أولاته الوالي جاء في المدينة وعمر أمير المؤمنين قال له من خلفت عليهم قال رجل من الموالي يعني رجل كان عبدا فأعتق صار من الموالي قال تخلف عليهم مولا قال يا أمير المؤمنين هو أعلمهم بكتاب الله الزل صاح هما من الأغنياء ولا غير ولا غير لكن الزل أعلمهم بكتاب الله فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين لذلك قال في الآيات ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث الكلب لما ني عطشان داري شرب في بير ولا غيره بلهث يأكل التراب والطن إن تحمل عليه يعني إن تضربه برجلك إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث أسئل وزول وقع في معصية أو ما شيقع عليه معصية ما شيقع في معصية وزول من عامة المؤمنين وجد تذكره يا زول اتقي الله والشغل دي كذا وكذا 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 ده توالي بخاف وذكرت بي الله بخاف طالما عنده تقوى بترك المعصية لأن الله تعالى قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون لكن الزول عنده علم وماشي على المعصية وإن تقذر ما تدي دليل يقول لك حافظه عارفه عارفه وتاند قل له كذا يقول لك لا عارفه فذين تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث لذلك يا جماعة الزول يعمل بالعلم أي معلومة عرفتها أعمل بها الله بيرفعك وألا بوفغك ودي لي استقامة قال تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب الحر ابن قيس رحمه الله تعالى ورضي عنه ده كان من أهل مجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من الناس البجالس عمر بن الخطاب وعمر بن الخطاب كانوا في بعض الناس يتكلموا معه كسلمة ابن الأكوع رضي الله عنه وكان رجلا عداء وزود سريع يعني لما نجر سريع وكان طويلا في جسدي سلمة بن الأكوع فكان لما ننصح عمر بن الخطاب يقول له هذا كذا وكذا وكذا قال أراجعه فإن غضب وقام عليه عدوت منه يعني قال أنا بن أصحو بعد إغضب قال البجر تاني ما بالحقنه سلمة بن الأكوع ففي ناس كانوا بن أصحو وهو كان على الحق أصلا عمر بن الخطاب لكن إنسان يذكر وكان عادلا في حكمه رضي الله عنه فمن الناس البجالسو رجل اسم الحر فجاءه عم له وهو عيينة ابن حصن وذار وركن الصحابة كانوا لما يذكرون بالذكر والذول لما يعرف الحق بيرجع للحق مبصر وما بيتكبر عيينة قال لي ابن أخيه وهو الحر ودعم عيينة عم الحر قال له يا ابن أخي إن لك وجها عند أمير المؤمنين فأذن لي بالدخول إليه فاستأذن فأذن له عمر فلما دخل عيينة قال هي يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل قال هي يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل قال ابن عباس رضي الله عنهما فهم به عمر يعني قام من محله دار مشي ضربه مشايل السف فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين قال ابن عباس والله ما جاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله يعني مما زكر للآية وهو غضبان رجع طوال قعد في مجلسه فذل الصحابة جماعة كانوا الواحد بعمل بالعلم ثلاثة عشان الزول يكون مستقيم يدعو الله تعالى يسأل الله أنت أسأل الله والزول دائما السؤال بيدفع عنه الشر قدر ما تسأل الله وتدعو بيدفع عنك الشر يوسف عليه السلام راوضته امرأة العزيز أي قالت له كلاما فيه الدعوة إلى المعصية وامتنع قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي وابتعد عن المعصية ولم يقع فيها وأقبلت النسوة بأمر وبدعوة من امرأة العزيز دعت النسوان وجن وبعدين يوسف عليه السلام مر بالنسوة فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلك الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين طوالي توجه لأله قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إلي وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم كثيرا ليلة شباب الواحد بتلقاه مشكلت في الدنيا النسوان بس قل لك والله ما عندنا أي شي بس نزوجت أنا ما في حاج ودي ما بتحلك الظلم ما سأل الله ودعا الله ده ما بحلك في النهاية قد خفف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء صاحب خفف لكن في النهاية رب العزة والجلال قال ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم إنت محتاج تسأل الله قال تعالى عن أهل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أصلا لفتنة الآن فتنة النساء وما الآن قديمة جدا يا أخي بن عباس رضي الله عنهما قال كان كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة شابة حسناء وكان بعض الناس يتأخر في الصفوف هالناس بيصلوا قدام الصحابة في ناس بيجوار قال مخصوص قال فإذا ركع أحدهم نظر إليها من تحت ابطيه ده في الصلفة بكشف والله أي ما قال بعض الناس هو دقيق في اللفظة ما قال بعض الصحابة لأن الصحابة يخافون الله تعالى وإنما قال بعض الناس قال فأنزل الله قوله ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين ولقد علمنا المستقدمين منكم الناس بيصلوا قدام ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم فكان بعضهم يتقدم في الصفوف فلذلك أصلا دفتنا قديمة ورب العز والجلال ذكر في القرآن كما ذكرنا في الآية السابقة فزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين ابن كثير قال الله ذكر النساء قبل البنين وقبل المال لأن فتنة النساء أعظم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء من النساء فلذلك كنت تسأل الله سبحانه وتعالى دار تستقيم تسأل الله وتتضر عليه الله سبحانه وتعالى كما تقول في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فذي جماعة ثلاثة خطوات الزل أولا يتوب إلى الله تعالى وذي ما ذكرنا لكن يتعلم ويعمل بالعلم ويدعو الله سبحانه وتعالى طيب دي كلها خطوات للاستقامة الزل باستقيم كيف؟ باستقيم بفعل أمرين الأمر الأول بحسن المعتقد عقيد تكون فيها الله صحيحة لأن الله سبحانه وتعالى قال في سورة ياسين ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم الاستقامة وحد الله سبحانه وتعالى والآية الجبل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا في تفسيرهم لكثير قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه استقاموا أي على لا إله إلا الله التوحيد لازم تكون موحد ما أفزو المستقيم وعقيدت في الله منحرفة يعتقد إنه فلان بيدي الجنة فلان بيعلم الغيب فلان بجيب الرائحة فلان كذا فلان كذا ينادي في الشدايد يا فلان الحقنا ويا فلان فزعنا دي ما استقامه دم حرف في العقيدة لأنه أول انحراف في العقيدة بسبب الغلوء في الصالحين وفي البشر كما جاء ذلك في صيح البخاري وفي تفسير ابن كثير لسورة نوح الناس من زمن آدم عليه السلام لانوح عليه السلام عشر قرون والقرن مئة سنة يعني ألف سنة والألف سنة دي ما كان فيه شرك يعني كان فيه معاصي لكن شرك ما فيه الناس على التوحيد ونوح عليه السلام ما أرسله الله تعالى في ذلك الوقت لأنها كانت معاصي والمعاصي خطرة لكن أرسل الله نوحا عليه السلام لما ظهر الشرك 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 ظهر كيف مات خمسة رجال صالحين ود سواع يغوث يعوق نسر ذي الخمسة من الصالحين وماتوا في أوقات مدقاربة دا مات وبعد داك مات ودا مات فالشيطان جاءون فقال أنصبوا لهم صورا تماثيل قاموا عملوا لهم صور الشيطان ما جبه عاطفة هم بحبوا ذلك الخمسة من الصالحين فجاءنا الشيطان قال لهم سووا لهم صور فعملوا صورا بتجبه ود صورا بتجبه سواع صورا إلى آخره ولسه ما عبدوا ما عبدوا الصور دي والشيطان عنده خطوات يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان فلما مات هؤلاء السووا الصور دي ذاتوا ماتوا والجيل دمات وتنسخ العلم انتهى وجاء جيل آخر جاءهم الشيطان فقال لهم إن آباءكم كانوا يعبدون هذه التماثيل فعبدت من دون الله تعالى شأن كذا جماعة الشرق جاء بسبب الغلو والمحبة المفرطة التي يتجاوز بها العبد أو يتجاوز فيها العبد الحد المشروع للصالحين أحبون لما انغلوا فيهم لما انعبدون ودي إلى الآن كثير من الناس الواحد يا عتر بذلنا ذي الله الخلق سبحانه وتعالى يقول يا فلان الحقنا ويا فلان أفزعنا ودفع عند النسوان كثير برضو المرة أترت العربية ذارت انقلب تنادي الشيخ يا شيخ فلان الحقنا ويا شيخ فلان كذا وكذا وكذا وشيخ فلان مات والله قاله وتوكل على الحي الذي لا يموت وزول المادة عمل انقطع من نص الحديث انقطع عمله إلا من ثلاثة في صيح مسلم إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له زول المادة عمل انقطع تاني ما بجي وعمل جوا إلا صدقة جارية عمله المهم في صدقة جارية بعدين بجيه أجور بجي أو علم ينتفع به خل له وراه علم كتب اللفة أو تسجيلات صوتية المهم نشر المهم علم أو علم لناس ونشر علمه أو ولد صالح يدعو له عنده ولد ورباه على الطاعة ولده بعد كبر دعا له فده ده العمل بيصله ما بمش هو مات إتا تدفنه وتجي تعتر تقول له الحقنا وافزعنا وإلحقك كيف وزولها جماعة زول مات يغسلوه ويكفنوه وشيلوه ذاته أسألوه ذاته يشيلوه أربع رجال وده المقابر وحفروا المطمورة وده لحد ودفنوه جوه يخدوه يخدوه الطوف فوق ليه والطين يليسوه تمام والتراب يمشوا يعتروا يقول له الحقنا قلتوا الدفنتو ده شنو ده ما يهو ذاته كيف أنت تتفن لك زوله تبشي تقول له الحقني وافزعني لذلك نسأو الله العافية وعلى الله شوالناس يفهمه كيف حسين سوى حادث عنده أخوه في الجزيرة وعنده أخوه هنا في أمدرمان سوى حادث في أمدرمان باتصل بياته باتصل بأمدرمان ده صح يقول له سلام عليكم أيها سوى الله أنا سوى حادث والسراكت في المستشفى تعالي شوف الحاصل ده يقول لما تتصل بابتاع الجزيرة يقول لك أخذ بأيد بأيد أنا باتصل بالقريب ده هنا والطيب الزل إعتر إنادي الله سبحانه وتعالى واللي نادي له الزل متفون في آخر الغرب وفي آخر الشرق وفي آخر الشمال وفي آخر الجنوب إنادي آتو قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي ذا دعان وهذا القرب قرب استجابة وإلا فهو سبحانه وتعالى مستوين على العرش بائن من خلقه سبحانه وتعالى عال على جميع الخلائق سبحانه وتعالى لكنه قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي ذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فشوف دار تعرف نفسك مستقيم أول شي العقيدة تكون صحيحة متعلق لك حجاب تمام مستقيم لسه ذا المعلق حجاب يقول لك ده حجاب سكين وده حجاب عقرب وده حجاب كذا وهالله يقول في القرآن سبحانه وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم زي بعض النساء برضو الطفل يعلقوا له الكمون يقول لك ده من العين يا أخ ما فيكمون بيحفظ من عين يا ناس بيحفظ الله سبحانه وتعالى ده شرك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسنة إمام أحمد وفي السيسرة الصحيحة من رواية عقبة ابن عامر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من علق تميمة فقد أشرك تعالق كمون تعتقد إنه ده بيحفظك من العين ده شرك بالله تعالى تعالق حجاب تقول ده سكين من السكين وده من العقرب وده بجيب الرزق ده شرك بالله تعالى قال سبحانه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وامشوا للفك يا شيخ فلان شوف لنا الرائحة وين وعرف لنا من أتى عرافا فصدقوا بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون وقال تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب وقال سبحانه قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك وقال جل وعلا يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب فأجماع أهم شيء التوحيد أهم شيء العقيدة الصحيحة ونحن خائفين على الناس ما ذارين نزهج ولا ذارين نضايب ولا ذارين نعكر لكن خائفين عليهم من عذاب الله سبحانه وتعالى حديث ياخف البخاري من رواية أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحر ماشو مكان في المدينة والمكان دا الحديث دا بعد ذاك نجي بعد الصلاة إن شاء الله نواصل المكان دا فيه حجار سوداء الحر اسمه الحر بعدين مره خرجا إلى هذا المكان أبو ذر الغفاري ومعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر مكانك أي لا تبرح مكانك قال لي المحل دا ما تتحرك منه ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم حتى توارى جسده صلى الله عليه وسلم مش بعيد لمن اختفى فسمع أبو ذر رضي الله عنه صوتا أرعبه صوت مخيف قال فخفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأردت أن ألحق به فتذكرت قوله مكانك يعني لا تبرح مكانك لا تتحرك من هذا المكان أو إلزم هذا المكان قال فهتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل فقلت يا رسول الله ما هذا الصوت فقال أو قد سمعته قلت بلى قال إنه جبريل أتاني فأخبرني أن من مات من هذه الأمة من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة فلذلك يا جماعة الزول يحرص على التوحيد على العقيدة الصحيحة إن شاء الله تعالى بعد الصلاة نذكر ما تيسر ونختم جزاكم الله خيرا على حسن استماع صلى الله وسلم على نبينا نواصل إن شاء الله تعالى من قطع من حديث وبينا أن الأصل الأول من أصول الاستقامة أو الأمر العظيم هو توحيد الله تعالى وحسن المعتقد فلابد لمن أراد الاستقامة أن يكون موحدا ومعنى أن يكون موحدا أن يفرد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات فيؤمن بأن الله تعالى هو الخالق وحده لا شريك له وأنه الرازق وحده وأنه المحي المميد وأنه المدبر وأنه المالك سبحانه وتعالى للخلق فيفرد الله تعالى بربوبيته الحمد لله رب العالمين ويفرده سبحانه وتعالى بألوهيته بأنه الإله المستحق للعبادة وحده لا شريك له وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فلا يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فلا يدعو إلا الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ولا ينذر إلا لله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ولا يذبح إلا لله فصل لربك وانحر قل إن صلاتي ونسكي ومحيا يوم ماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وكذلك بقية العبادات لا يصرفها إلا لله تعالى وحده لا شريك له وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه ويفرده بأسماء الحسنى والصفات العلا فيثبت هذه الأسماء ويصف الله تعالى بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال وينزهه عن صفات النقص كما بيّن الله تعالى في كتابه وكما بيّن رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون الأمر الثاني والأخير اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة الزول بكم مستقيم لمن اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فاستقم كما أمرت لا كما أردت فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغب إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين نعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وهذه الآية فيها ترغيب عظيم في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وفي طاعته زول لمن اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك يوم القيامة يدخل الجنة ويرافق هؤلاء الأنبياء والرسل ويرافق الصديقين والشهداء والصالحين يعني زول في الجنة وهذه للرسل قدامه وذهل الصديقون وهؤلاء هم الصالحون وقبلهم الشهداء هؤلاء جميعا هو يرافقهم في الجنة فهذا فضل عظيم من الله تعالى فالناس اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وما تلتفت للناس البسخر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبأتباعه والزول لمن اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يرفع ذكره إن طال الزمان أو قصر الذي يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع الذكر والذي يخالفه فهو ذليل إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين والزولة جميعا لما نوحد الله واتبع النبي صلى الله عليه وسلم واستقيم على الحق في عوايق بتقيف قدامه إذا اجتازها ثبت على الحق ونجاه الله وإن انجرف معها هلك الزولة الداري استقيم ذا ما الاستقامة دي ما واطعة إنت بتتعلم تعمل بالعلم ابتدعو الله يثبتك ويوفقك وبتكون موحد ومتبع للرسول عليه الصلاة والسلام أمر واضح لكن في عوايق قدامك في الطريق ذا طريق أول في الدنيا وآخر في الجنة وطريق ساهل لمن وفقه الله تعالى لسلوكه العائق الأول النفس الأمار بالسوء النفس دي دار الراحة الناس ماشى الصبح للمسجد النفس دار النوم الواحد دار نوم ودار التبع الشهوات الناس ماشى للمساجد النفس دار الأندية دار الجلسات دار الضحك دار المعاصي فيجاهد هذه النفس ويحملها على الحق فإذا جاهدها وفق وفق والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين فيحاسب هذه النفس ويلومها على ترك الطاعة والتقصير في الطاعة ويلومها على مواقعة الذنب والمعصية قال تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة النفس اللوامة التي تلوم صاحبها على التقصير في الطاعة وتلوم على المعصية المعصية نفس دار نظافة قال تعالى يا أيتها النفس المطمئن ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وقال سبحانه عن امرأة العزيز وما أبرئ نفسه إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي لغفور الرحيم قاعد براك كذي مرتاح في البيت مؤجز وماكل فاطر وشارب الشاي والمروحة شغالة والجو بارد وبراك قاعد نفسك تأمرك بالمعصية يتابع بتقع في الهلاك يتجاهد الله بيرفعك تجاهد هذه النفس ده العائق الأول العائق الثاني الشيطان الوساوس والخواطر السيئة التي يريدها الشيطان ودفاع ذي التوخد كشاب ولا غير شاب دائما الشيطان يجيب لك الخواطر والوساوس خواطر تكون قاعد براك تجيك صور سيئة وتبقى تفكر يا الخواطر قطعت بالاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الشر وبتذكوري الآخرة والموت والقبر والنزع والابتلاء والقيامة والجنة والنار واللتابعت الشيطان بيرميك في الشر يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير شيطان ذا في الطاعة عنده نزغتان الله أمرك بأمر شيطان عنده نزغتان نزغة إلى التفريط ونزغة إلى الإفراط يخليك مشدد لمن تمرك بر الدين أو تمرك مكان فيه الهلاك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون قوله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون المتشددون يشدد بر الدين لما نمشي بر الدين أو يزيد ولا تفريط خليك مفرط بس الناس في الطاعة هي التنايم والشيطان يزيين لك ده في الطاعة أما المعصية فله حبال يقود بها العبد إلى المعاصي يا إما ذكره بالرجاء إنه الله بيغفر لك وما فيه شيء واوى إلى خير وَلَّا هَوَّا لِوْا مِنْ أَمْرِي الْمَعْصِيَةِ خَلَّا لِهَيْنَةِ والناز كلّا هذا ابتقى في المعصية وَلَّا زِيَّنْ لِوْا فيرى أن سعادته في هذه المعصية وفيها الشقاوة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تُنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد أبقى ولا غشاو يقول له إن تسوي المعصي يدي وبعد توب اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين إن تسوي المعصي يدي وبعد توب بعد تكبر بعدين الشغل كلها نظفة وأبقى مارك ممكن تمرك وإنت شاب ممكن تموت وإنت شاب شكيذي النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في مسند إمام أحمد وفي السيسلة الصحيحة أيضا من رواية عقب بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي مؤمن اسمع الحديث ده بخوفه حديث مخيف قال إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج قدر ما يعمل المعصية الله يفتح له في الدنيا ما بيبتلى ما بيبتلى بالشدة وإنما تفتح له الدنيا يحضر الحفلة ويمشي لقى العشاء جاهز ويفوت الصبح وإلقى الشاي جاهز وراقب الهائص سواق شغل الغنى والعربية ولا بتخسر ماشا وقدر ما يعصي الله فاتح له قروش تجيه وصحة تمام وما في مراد وما في مشاكل وما في شواقف قدام وماشا مع الدنيا قدر ما يعصي ماشا الدنيا ده علامة شر إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو السدرج ثم تلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة أي فجأة فإذا هم مبلسون مبلسون أي نادمون متحسرون يائسون من رحمة الله تعالى امود سوخاتما امود على الشر شكذا جماعة الزل ما يتبع خطوات الشيطان وإنما يجاهد هذا الشيطان قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي ناس الشيطان بيقول شون بيقول لا زوال الشيطان دم يمشي ليديلك إنت خلاص إنت أمورك وآطحة وبعد ديت وصلت درجة ما شاء الله بيصلي وبتقرأ قرآن وزول تمام وزول مستقيم وزول كويس شيطان دم يشي ليديلك يا أخذ تزول تمام ودي أدوب وقع شيطان دم يخليك للموت للموت بيكون معاك شكيه رب العزة والجلال بيّن فقال تعالى في القرآن وقال الشيطان لما قضي الأمر قيامة قامت وأهل الجنة دخلوا الجنة وأهل النار دخلوا النار وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق الله قال لكم في جنة وفي موت وفي قيامة وبتموتوا وأعملوا للآخرة إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم أنا قلت لكم نخضر أحدكم ما في شيء بعدين الشغلة ما في شيء وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ما في زول الشيطان دخل يده في جيبه طلع الموباة شغل فيلم ولا في زول الشيطان شاءلوا بالقوة جر لرقشة والدحف له ولا نادي ولا صالب تعدغون ولا في زول الشيطان بالقوة شربوا الخمر ما في بس بيجيبوا سويس لك أعمل ويتمسكين بيتمش معه وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلِ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ والشيطان ضائف إن كيد الشيطان كان ضائفا مجرد ما تستعين بها الله وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بجر منك قدر ما تذكر الله إنت في حصن منيع سبحان الله الحمد لله لا إله الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جاتك وسائل تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ببعد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس شنو؟ الخناس وسواس على صيغة فعال في اللغة أي كثير الوسوسة وخناس على صيغة فعال كثير الخنس الخنس يعني الابتعاد والاختفاء كواكب الله قال عنه فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس الكواكب دي خنس يعني بتختفي وبتبتعد والشيطان بخنس يعني ببتعد إيه الوسوس تستعيذ بالله بخنس بجر تاني يجيك يوسوس تذكر الله بجر تقيف من الذكر بجيك ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن سبيلي ويحسبون أنهم مهتدون فعشان كذي نفسك تجاهد والشيطان تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتذكر الله كثير تسبح تستغفر ماشي في الطريق تسبح جاي تسبح جاي تسبح جاي تسبح تقرأ قرآن وتجتهد في الطاعة شيطان بيجر منك بيضعب في كتاب اسمه سلاحة ليقضان بطرد الشيطان قالت تلبس الثوب تسمي الله لبست التوبة الجديدة سميت الله الشيطان ما بيلبسه تدهن في البرد تسمي الله الشيطان بيقعد ساي تجي بيتك داخل تسمي الله الشيطان بيقعد بره تجي تأكل تسمي الله الشيطان بيقعد من غيرك فترهقه وتتعبه وتضعفه لكن تأي شي معاك تلبسه لا بس تأكل وأي شي ماشي بس غافل بس جاري الأمر الثالث من عوائق الاستقامة على دين الله تعالى البيئة السيئ البيئة مبتعين بل تعين على الشر زولة الليلة يذكر ويبقى بتاع حفلات وابتاع لخبة أو أي شي الناس بتبتعد منه ويقول لك خليه وخليه في حال وده زول شاب وده كذا وده كذا مجرد ما استقام بعد ذا الجماعة بقبلوا عليه ايجي ماشي في الشارع يضحكوا عليه ويتهموا ويضعنوا فيه وما بريحوك اصلا انت لو دا الراحة دي ما بتلقاه لان الرسول عليه الصلاة والسلام بيقولوا له الصادق الامين دا قبل الدعوة مجرد ما جاتوا النبوة وصدع بالحق قالوا لك الذاب وكاهن وشاعر اساحر ومسحور وعلمه يهودي لكل اوصاف سيئة وهو بريء عنها صلى الله عليه وسلم بريء منها وقالوا مجنون قال تعالى نون والقلم وما يسترون ما انت بنعمة ربك بمجنون قال تعالى والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى قال تعالى والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى قال سبحانه فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون لذلك تبتلع قال سبحانه ان الذين اجرموا شو ان نازلهم اجرموا ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا ويضحكون واذا مروا بهم يتغامزون والكلام ذا كله ابتلقوا كانوا من الذين امنوا ويضحكون شوف اضحك عليك ومسكين قال نفس مفتح وقال نفسه كذي زول خلاص مفتح الشعر كيف والمشي كيف وفنائل كيف وبناطلين كيف ودردم في الشغلة وعاين لك شايف كذي زول المسكين ساي وما وما عارف الحاصل والله وقال نفسه كذي وخلاص فاهم ويت زول المسكين ساي ويت عرف درب الله سبحانه وتعالى حس هذا الزول يعمل في العمال الذي تعب ويضحك عليه كنت متابع الرسول وهم تابع جونسينا والله يتطح بالباب وبشم وحديد وبأي جاي وده متابع للعائب بأي جاي ما بعارف ساوي شعره زيه شغال قول لك نيمار وده بأي غاد متابع له فنان برضو تلقاه في الركشة ساوي صورته ورا فنان عامل زي الفر شعره كيف كيف ما بعارف عليم رب انا ما قصدنا خلق الله سبحانه وتعالى لكن العمال الساوي هو في نفسه وش محاجات متابع ديل ويتم تابع الرسول لحظة نياته الرسول عليه الصلاة والسنة ييتم تابعه وده متابع ديل وديل بلقى منهم شنو ديل بتلقى منهم شنو حسنات ما عندهم شي ديل دشر يا زول من تشبه بقوم فهو منهم يضحق عليك كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهن ارجع بيت فرحان وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسل عليهم حافظين فليوم أي يوم القيامة بعد دخول أهل الجنة الجنة وبعد دخول أهل النار النار فليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك شنو انت عارف ينظرون دي معنا شنو على الأرائك ينظرون قال ابن القيم رحمه الله في غاثة اللهفان أي ينظرون إلى وجه الله تعالى على الأرائك الأرائك جمع أريك زي المخد في السرير تلقاه تمشي بعض البيوت البيوت ناس مرطبين تلقاون في الكراسي بتاعتهم مجدعين حاجات زرابي وأرائك حاجات تلقاون المخدات في النار في الكراسي دلقا لقا على الأرائك ينظرون ينظرون إلى وجه الله تعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون وين الثواب اللي هو وين الخير اللي هو فلذلك يا جماعة انت تبتلى الله قال ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا البيئة دي ما بتعينك بيئة ضد الدين بيئة الليلة ضد الدين شاب لو حافظ على الصلوات خمس صلوات الناس بيستغربوا منه ذاته يقول لك يا عزوى التزول صغير ما لكم على الشغل لما انتكبر فالله هتشنبك عتود صغير شنو زول كبير ويقول لك ما لكم وكذا وكذا والله واحد في الداخلية اسمه فاروق قال لي أنا بصلي خمسة أوكات في المسجد أهلي قالوا الزول مسحور وفي زول الناس في جنة وفي زول مسحور بيجي الجامع خمس صلوات وعادوك والله في المساجد عادوك ابتلاعات بيئة ممساعد أبداً والآن نحن المساجد اللي قفلت إلا ما رحم ربي قفلوا وقفوا ضد الدين تب مرة واحدة الجامع جنبهم مش الجامع جنبهم عفوا المصحف جنبهم افتحوا الصبح حلقة كلها بدع حلقة إلا ما رحم ربي مرات لكن فيها في النهاية تلقى بدع دعا جماعي لخبة إلى آخره وفي النهاية جيبوا الزلابية دفهمهم بس جيبوا الزلابية والليلة عندنا ختمة وزعاب المكرفون وزلابية وشايب لبن وعمام الكبار بس القرآن بيقولون من الفاتحة للناس مش ختمو تجي تشرح لهم بس إياك نعبد وإياك نستعين يشاكلوك ناس الحلقة ذاته أول ناس ضدك دين ناس الحلقة في الجامع في بيت الله سبحانه وتعالى ما دارين كلام ونحن وكذا ونحن فاهمين أي شيء والتوحيد ده نحن عارفينه وتلقاه معلق الأحجاب دعا القرآن القرآن ده ما فاهموا ذاته القرآن ده ضد الحجبات اللي تلابسا والقرآن ده ضد إنك تنادي شيخ وإنك تمشي ليه دجال تقول يشوف ليه الرائحة وده كله في النهاية ما دائر الحق وما يقبله وما يخلي غيره يقبله والله أنا أنا بتعجب فيه تعرف البيئة اللي نحن عايشين فيها جوه الجامع خلي بره بس جوه الجامع الشاب يقيف يعني تخيل ده زوال الشاب خلي السجائر والصعود والبنات والحفلات وخلي الرمتل وخلي أي شيء وأقبل على الدين ما شا حفظ ليه آية وحفظ حديث وعرف الفهم الصحيح والشرح الصحيح والتفسير الصحيح وجاءت الشجاعة دار يبلغ دين الله وجاءت همه ويقف قدام الناس وشا عمامك الكبار ده المفروض يقول ليه جزاك الله خير يا ولدي والله يسبتك يقول ليه دار تتكلم في شنو والله يا حاج دار تتكلم في التوحيد لا 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 أبدا يعني بيت الله ما يتكلم في التوحيد تتكلم وين تتكلم وين أي ورقة أي ورقة أمش خش المساجد دي تزعة وتزعين في المياه فاصل تزعة من عشر كله الوراق دي انت عارف علقاءة شنو ليه الله واحد بس الوراق دي كله علقاءة للتوحيد ما في ورقة أبدا علقوها عشان الطهار ما في ما لقتنا الله وعلا ولا في ورقة علقوها عشان أحكام الصيام ولا التقوى بالمفهوم العام ولا 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 وإن كان دي من الدين كله علقوها عشان بحارب كلمة الله واحد نادو الله ومات نادو الشيوخ وإذا كان دي المساجد فيها ابتلاء فما بالك بباقي البيئة ليه تعايش فيها تركب البص يعليه وشغله هنا ماشي في سفر شغله لك هنا ويجيبه لك عمك العجوز ذاك بيجاي تلاتة نسوان وبيجاي أربع أولاد وغني لينا يا فلان وغني يا علان وشاي العكاز لابس نظارته والجماعة يحضروا وإنت في البص شغال تعرف البيئة ليت ماشي فيها تجي في الشارع ماشي تبرج شغال إلا تدنق الراسك واللغاية والله يوفقك تقود بصرك مقربنا نشتري نظارات سود لكن بيجيبوا لنا سمع والله الذي لا إله تعلق سود ذاته ما تعرف الحاصل شنو تركب مواصلات داخلية برضو شغالين هنا تريريم تريريم والعربية مكسرة كلها ما تبيع الرادي ده يا أخو المسجد ده سوي لك كراسي ده الناس وتلقى لغني شغال أصحابك بيجنبه واحد شائل سفته يمطك فيك درديما صغير صغير يمطك فيك تقول حاجة سمع أي حاجة كعبه ومره وناي بلاو وده بيجاي سجر بيجاي زي ده هذي ما قاعدة في وده بيجاي تونسوا تقعد معاهم في مجالس تعرف البيئة تقعد البيتة الفلانية كذا ودي كذا وده جمشة معا بيجاي وكذا وأنا لازم ويحكي لك وصاحبت كذا وسويت كذا يرقبك في المعصي هذي ما البيئة العايشين فيها هذي للشباب في ابتلة والله الذي لا إله غيره يمشي النادي بعجاجه كورة ويرغبوك في الكورة كان بتمشي تتدرب براك كورة المهمة وتتمرن المهمة عام تريد جسمك ما قلنا حرام كونه تريد جسمك بحدود الشريعة وبضوابط شرعية لكن في النادي يعلق قلبك تمشي بعد شوية تتملي بالهوس بتاع الكورة دي وانا ماشي درجة أولا وواهو إلى آخر وماشي المنتخب كذا وفي السنة بدوني كذا وكذا بعد ذا تبقى في الهوس دا لما انتخش القبر والكرتر لا حمر والأصفر وماشي دي البيئة دي البيئة العايشين الليلة الشباب دا غير الأغاني البرسلوة وغير الأفلام البرسلوة وغير حاجات كثيرة جدا فلذلك أنت الواجب عليك أن تحترز كل الحرز قال ابن القيم رحمه الله قال وأما مفسدات القلب الخمسة فكثرة الخلطة دي أول واحد زكرا بعد ذاك التمني طول الأمل والأمان وبعد ذاك الطعام كالطعام الحرام والإصراف من الحلال والنوم وخامسا التعلق بغير الله تعالى الشرك ومتعه الشرك وبالله سبحانه وتعالى فأول واحد قال كثرة الخلطة كثرة الخلطة الاختلاط بالناس شوف الصاحبة اللي تبتمش معاهم وده العايق الرابع وأختم به الصحبة الصحبة وي على قسمين إما صحبة من عوائق الاستقامة إما صحبة دنيوية مفسدة وإما صحبة دينية في غير موضعها يا زو صاحب سو تجالس زي ما في البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السو كحامل المسك ونافق الكير شوف الزول البجالس دا دا زول بيقدم لك خير ولا شر قال ديك ريحة هادية أو تبتاع منه تشتري منه ريحة استفدت برضو أو تجد منه ريحا طيبة ما اشتريت منه ولا داك هادية في نها بيقدم لك هاك جربة جربة في يدك مشيت منه هادية ريحة قاعدة فده قال مثل الجليس الصالح وجليس السو كحامل المسك جليس الصالح كحامل المسك إما يحزيك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة وأما جليس السو فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إما قال كنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا منتنا تقعو الجنب الجماعة ديلك ديلك بودلون الحديث السيخ بيقلبو عتل وحاجات زيدي بسنن السيخ وغيرو بالنر تمشي تلقاو بانفخ في النار تقعو الجنب هو محل مسخنا يا جاتك شرارة في النهاية أصابت الثوب أو تجد منه ريحا شنو منتنا فهي تشوف الزلل بالصاحب دا وأي زلل بالصاحب في الدنيا دي في غير الخير يوم القيامة بتعاديه قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين والله أي زلت صاحبه شايفه كذب متكيف منه ما لك متكيف منه غيرو لك الزل دا قوي دا والله عشر ما بسبتو بس غلاس ردتو عشان قوي ومصاحبه دا يوم القيامة شوف مشكلتك معاه والتاني مصاحبه ليه قولك والله دا دا جاري الفريق دا عنده لسان كذا وكذا وكذا ودا يا أخي أصحاب بتصاحبه صحبة سوء قبل أيامنا بتكلم مع واحد في منطقة من المناطق في الخرطوم هنا تزولي الزوج وماشي كويس وبيقى يحضر الدروس وماشي تمام والصلاة ماشي وكويس لمو في أصحاب قدام وين أفلان وعندنا عربية وفي شقة وين التلفونات داري قودتان إلى المعصية أصحاب سوء عشان كيفي صيحة البخاري ومسلم من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا ثم سأل عن أعلم يا أهل الأرض فدل على راهب داري توب فدل على راهب الراهب دزول يعبد الله كثير في الزمن ذاك قال فلما ذهب إليه قال إني قتلت تسعة وتسعين نفسا فهل لي من توبة قال لا فقتله فكمل به مئة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم فجاء فقال له إني قتلت مئة نفس فهل لي من توبة قال ومن يحول بينه وبين التوبة أو بينك وبين التوبة إني قتلت مئة نفس توب الله بيقبلك زولي توب يرجع إلى الله تعالى الله بيقبلك وأسد تلقاه ولا نفس ما كتله يقول لك نحن أم ننفع في الدين دا ونحن ترهم لخبتنا ونحن كذا وكذا يا أخي توب لي الله بيقبلك يا أخي يقعد الليلة توب لي الله الليلة دي توب لي الله بيغفر لك الفات كله سبحانه وتعالى فقال للعالم إني قتلت مئة نفس فأل لي من توب قال نعم ومن يحول بينك وبين التوبة وفي لفظ بينه وبين التوبة ثم قال له إن أرضك أرض سوء فاذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم قال فذهب فأدركته المنية في منتصف الطريق فمات الموت جاو وده زول الله دائر بخير شوف تاب قبل ما يموت في ناس لمن يموت يخش بمعاصيه دي قال فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ويتذكر الكلام الطوار إنه إذا بعد تموت أصله بتجي ملائكة يا ملائكة الرحمة يا ملائكة العذاب الكلام ده ما تنساوه اليوم اللي بتنساوه هو بتقع في المعاصي الغفلة وإنت مذكر الأشياء تكون عليه قضاء تانى أي معاصي بتتوب تزح تزح وتجاهد نفسك فقالت ملائكة العذاب لم يعمل خيرا قط نشيل نحن ذكات لم يت نفسك وقالت ملائكة الرحمة أتى تائبا مقبلا بوجه على الله تعالى يعني من نشيل نحن فأرسل الله إليهم ملكا في سورة آدمي فاحتكموا إليه فجعلوه بينهم حكما فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما وجدتموه أقرب فهو له أي لهذا الذي يعني إن كان من أهل الطاعة أقرب إلى أرض الطاعة فهو لصاحب الرحمة لملك الرحمة لملائكة الرحمة وإن كان أقرب لأرض المعصية فهو إلى ملك العذاب أو إلى ملائكة العذاب فقاسوا فوجدوه أقرب إلى أرض الرحمة إلى أرض الصلاح بشبر وفي رواية فنأى بصدره يعني لحظات الموت والاحتضار بذلق على ظهر على أرض الشر سقط على صدره رحمة من الله تعالى وفي رواية أوحى الله إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي فأخذته ملائكة الرحمة فالحديث فيه فوائد أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيه فوائد من الصحبة الصالحة الزول اللي قاعد في بها كتلمية نفس ما في زول قال لا تقل الله دي صحبة سيئة فعشان كذي ماشا شنو أرشد العالم إلى صحبة الخير زولا جماعة داري استقيم يمش لي صحبة الخير وصحبة الخير اللي بدلوك على الله سبحانه وتعالى بذكروك بالله مش اللي بجرك للحزبيات وللطرق وللجماعات المنحرفة قل لك تعال ورح عندنا دورة وها دورة شنو شرح كتاب كذا تمشي شرح الكتاب خدتوا الكتاب بجنبه ويجي ويأصل لك الحزبيات الشيخ الفلاني وحين عنده أخطاء فما بنبدعه لأنه أخطاءه دي كذا ولأنه العالم الفلاني برضو عنده أخطاء وما بدعه وكذلك نحن ونبدع ده ولو دار تبدع ده بدع داك ويأصل له الحزبيات ويجعل رق الحزبية على عاتقي حتى يموت خليك حر خليك زعل مستقيم الزعل بالصاحب ودي ذكرك بالله سبحانه وتعالى ذكرك بالآخر تستفيد منه قدر ما تجلس معها تستفيد قل لك والله في محاضرات يرسل لك أفتح الموبايل يرسل لك في دروس أيما أحضره اديك الكتب فيها نفع مرة مصحف مرة كتاب كذا في الحديث مرة فوايد قدر ما تجلس تستفيد ويعينك ذات على الزمن الفتن وابتلاءات يعينك على هذا الزمان إذا صح التعبير أو على هذه الفتن كما قال موسى عليه السلام واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا فجماعة ملخص ما أردنا أن نقوله وإن كان الكلام يطول فإنساني تذكر الأشياد باختصار إذا أراد الاستقامة يعلم أن هذه الاستقامة سبب لحسن الخاتمة ولدخول الجنة برحمة الله تعالى ويأخذ بخطوات الاستقامة التوبة الرجوع إلى الله تعالى وطلب العلم والعمل بالعلم ودعاء الله والإكثار من الدعاء توجه لأله واسأله سبحانه وتعالى ويكون موحدا ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحرز ويحذر كل الحذر من هذه العوائق النفس الأمارة بالسوء والشيطان وأصحاب السوء والبيئة السيئة أسأل الله بأسماء الحسن وصفات العلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب الأرض وإياخذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى جزاكم الله خيرا على حسن استماع بارك الله فيكم صلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله